تستضيف مصر هذا العام مؤتمر الاطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ مما يعكس ثقة العالم في جدية مصر بخصوص قضايا المناخ وامالها في تطبيق سياسية الاقتصاد الاخضر والمستدام فما مؤتمر الاطراف؟ وما الاتفاقية التي نتج عنها هذا المؤتمر السنوي؟ يجمع المؤتمر السنوي الاطراف الموقع على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي وتضم 197 عضوا وبدأ التوقيع عليها في ريو دي جانيرو في الرابع من يونيو 1992 وتعد الاتفاقية الام لكل من اتفاقية باريس 2015 تم الاتفاق فيها على عدم زيادة الاحترار العالمي هذا القرن عن 1.5 من 10 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة بروتوكول كيوتو 1997 وتهدف تلك الاتفاقيات الى التحكم بحجم تركيز الغازات الدفيئة في الجو بمعدلات تقلل من نتائج تدخل البشرية في المناخ ولمساعدة الطبيعة بالتأقلم تدريجيا والاستدامة عمليات النمو وتم تشكيل المؤتمر بناء على البند السابع للاتفاقية الاطارية وهو الجهة المنوط بها مراجعة تنفيذ الاتفاقية والسياسات التي يتم تبنيها في مؤتمرات الاطراف السنوية كما تتخذ من الاجراءات ما يساعد في تطبيق فعال للاتفاقية وعقد اول مؤتمر في برلين في الف وتسعمائة وخمسة وتسعين اذا كيف يعمل المؤتمر لتنفيذ توصيات المناخ الاممية للمؤتمر امانة عامة تصمم عمليات المفاوضات وتنسق بين توصيات الاتفاقيات المناخية الثلاث كما للمؤتمر مكتب تنفيذي يتابع تسلم تقارير الدول والاطراف الاعضاء عن اداء الدول مناخيا وحالة مغزون الغازات الدفيئة لديهم وبالتالي القيام بتقديم توصيات ومساعدات فنية للعمل على تحسين الوضع اشتركوا في القناة